بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم سعد بتوجدكم معنا ونشكركم على هذه الزيارة القيمة السؤال ونحن مقبلون على شهر شعبان شهر شعبان شهر عظيم كان يستعد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحييه بصيام أيامه تقريبا كلها وذلك أم عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يستعدوا لرمضان انتلاقا من شعبان الذي نحن مقبلون عليه بعد أيام إن شاء الله تبارك وتعالى قالت كان يصوم شعبانا كله إلا قليلا لم يصوم صلى الله عليه وسلم شعبانا كله الشهر كله وإنما كان يصوم أغلب أيامه كان يصوم شعبانا كله إلا قليلا هذا كله كان يفعله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم استعدادا لرمضان وهذه رسالة رسالة إلى الناس جميعا ما في ذلك الشباب وجميع الناس يعني هكذا هذا هو أفضل وجه وأحسن وجه لاستعدادي لرمضان إنسان يستعد بالصيام فإذا جاء رمضان يعني يجد الإنسان نفسه مستعدا في صيامه وفي قيامه خاصة أن القيام لا يكون في رمضان فقط كذلك الصيام لا يكون في رمضان فقط وإنما يكون في سائر الأيام من ذلك الاثنين والخميس وأيام البيض وهكذا دائما الإنسان المسلم دائما في دائما مرتبط بالصيام مرتبط بعبادة الصيام وبنافلة القيام طيلة السنة كلها كذلك وخاصة أننا نبغي أن نستعد قبل رمضان وأفضل أفضل يعني أحسن طرق لاستعداد رمضان هو بالصيام والقيام وسائر الطاعات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى كذلك يعني رسالة إلى الشباب يعني أن يتوجهوا إلى طرق الاستعداد وطرق الطاعة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى ليس في قبيل رمضان فقط وإنما قبل رمضان وبعد رمضان وسائر الأيام كلها فالله سبحانه وتعالى الذي يعبده الشباب ونعبده نحن كذلك في رمضان فهو سبحانه وتعالى الذي نعبده طيلة أشهر السنة كلها فلا ينبغي الإنسان أن يأخذ فقط رمضان موسما للصيام والقيام وبعد ذلك ينقطع يعيش في انقطاع مع العبادة وإنما ينبغي أن يحرص كل الحرص لأن رمضان هو مجرد مدرسة يتعلم فيها الإنسان الصبر على الطاعة وعلى العبادة وكيف يتقرب وكيف يتدرب يتدرب على أمور العبادة من صيام وقيام خاصة وأنه هذا الطعام الذي ينقطع عليه وهذا الشرب الذي ينقطع عليه هو في الحلال كان حلالا ومباحا في نهار رمضان لكن بأمر من المولى جل وعلا أصبح منقطعا عليه في نهار رمضان فهذه رسالة وهذه رسالة ليتدرب الإنسان على أن يقطع وأن يعيش في مقاطعاتين مع كل كل سلوك وكل كل ما يخدشه بالإسلام من غيبة ونميمة وزور وبهتان يعني فإذا كان الإنسان طعام الذي هو مباح يعيش معه في انقطع فهذا مجرد رسالة لكي ينقطع مع المبقات كلها وأن يتوجه وأن يقترب إلى الله تبارك وتعالى وأن يجتهد في تقربه إلى الله تبارك وتعالى في أجهر السنة كلها خاصة أن الصحابة رضونا الله عليهم سلف صالح كانوا يطلبون الله عز وجل قبل رمضان ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يطلبونه بعد ذلك ستة أشهر ليتقبل منهم رمضان وكان من دعائهم رضي الله عنهم أرضهم اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلة فإذا نظرنا إلى حالهم قبل رمضان وبعد رمضان نجد أن حياتهم كلها كانت رمضان وهذا هو المقصود وهذا هو المطلوب الذي ينبغي أن نكون عليه جميعاً فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً وأن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان لا ثاقدين ولا مفقدين وأن يدخل هذا الشهر الكريم وهو شهر رمضان على الأمة الإسلامية من خير واليمن والبركات وأن يحفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأن يدخله عليه بالصحة والعافية وطول العمر وكل خير وكل فضل له على وجه الخصوص وللأمة الإسلامية على وجه العموم وأن يحفظ بلادنا وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأن يجعل بلادنا آمن ومستقر وباقي بلاد المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة